وجه اسمه الشيخ حمدان بن زايدا لنهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبو ظبي بتخصيص عشرين منحة دراسية شاملة لعشرين طالبا وطالبا من المتفوقين في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي الفين اثنين وعشرين الفين ثلاثة وعشرين لوضعهما على طريق المستقبل والإبداع والتميز لمواصلة دراستهم في أحد مقار الجامعة